الميجري قدامي صفي مثل البلار وانا قضيت يامي عشانا مكوية بالنار لله عليك يا الهرب ما ترضى حتى تجاوب قلبي في حبك دايب فيها عجيب فيها مصايب لله عليك مكوية بالنار واتشانا مكوية بالنار خياله ديما معي يمشي ويخطر قدامي خياله قلبه فرحان قلبي هاني كنموت كنموت ووحدا يا كنموت عمرو عمرو مرفض ويا عمرو مكوية بالنار واتشانا كوية بالنار كوية بالنار واتشانا كوية بالنار مكوية بالنار مكوية بالنار سنة الثامنة من عمري حيث كنت نشترك في حفالات ومدراسية تم الاكتشاف الأول من طرف مؤلمات ومؤلمين من بعد هذا جاء الميول والتحقت بالمعهد الموسيقي بمدينة مكناس بعد هذا جاء ما نقولش لاحتراف ولكن في واحد السن مؤينة يعني بعد ما اخذت البكالورية ديالي والتحقت بالجامعة التقى اسكننا في واحد الوقت اسكننا في مدينة مراكوش والتقيت بالملح الكابير سي عبدالله إصامي اللي هو صاحب صوت الحسني نادي وأعجب بالصوت ديالي وتعاملت معه في ملحمة وطنية في سنة 1991 بعد هذا جاء الاشتغال معه في ثلاث قطع غنائية من كلمات الأستاذ الوافي فؤاد والألحان بطبيعة الحال الأستاذ عبدالله إصامي ومن بعد تعاملت مع الأستاذ حميد شكري تعاملنا في ثلاثة القطعة غنائية من كلمات الأستاذ عن برميلود فيها قطعة تتغنى عن الرابع التي كنت شاركت فيها في الدورة الأولى للمهرجان التي تقيمه النقابة الحرة للفنانين حيندا كانت الدورة الأولى بمدينة مراكش ومن ثلاثة قطعة من ثلاثة للمهرجان ومن ثلاثة نقوله على الرابع ومن ثلاثة للمهرجان ومن ثلاثة من ثلاثة شاركت في الدورة الأولى وحرزت على جوائز قديرية من ثلاثة من ثلاثة جاء الزواج ديالي ف فكرت نتفرغ للعائلة ديالي وش قد نقولك هنا في البيت طبيعة الحال الواحد منك يكون عنده ميول الغناء فوص البيت كانت تغني كانت تلقى الإعجاب من طرف العائلة من طرف الزواج ديالي أصدقاء اللي كانوا يزورون يقولك حرام لماذا توقفت صوتك هذا ومن ثلاثة جاء الرجوع الرجوع رجعت بالضبط في السنة 2013 حيث كان واحد الصديق ديالي اللي هو الدكتور الهجراوي فاقترح لي واحد الكلمات من الثورات من الثورات قالوا أنت كانت تغنيهم فقامت للحين ديالهم الأستاذ جمال ديال أمجد وغنيتها وشيشلتها في استوديو بعنوان أنا اللي كنت تفاحة ونفوح يعني جابها من واحد القصة توراتية ولقات إقبال نشرناها في مواقع التواصل ولقات إقبال من طرف الناس اللي كانوا يشوفوها موسيقى 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 من Нاحية لأن ميدال سنع el f甜 صعب صعب جدا ويأتpeople موسيقى لم تكن موسيقى موسيقى وأنا موسيقى موسيقى ولكن وفي entwic 선�اوää لقد見 ،يسيح سيؤلم الميدال ما سبعد .. يمكن قلت انا في الوقت ديالي انا اللي غنيت ما كانوش البرامج تلفازية وصهرات كتيرا وكانت هنا كانت صورات صهرات مثلا نحية في واحد ستشهور ولا خمس شهور هادش اللي كنا كنشوفو هنشفت تبرق الله القنوات دابا ما شاء الله وبرامج فنية كتيرا قلت يمكن غدي كل ميدا شوية سهل للأسف للأسف موسيقى بطبيعة الحال بطبيعة الحال سهلات في الانتشار وفي الاشهار ديال الفنان يعني اذا بكتشوف تبارك الله الواحد كي يدر اغنية كي يصورها فيديو كليب ولا راكدا مو صورة معاجوغ واحد ينفازع ما تتنزل في سميته في موقع ديال التواصل كتشوف 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 تبارك الله واحد الملايين للناس اللي شافوها كتشوف 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 تحسب الأغانية على أطراف الأصابع. يعني في واحد الميادية الأغانية تقد تخرج واحدة الخمسة ولا أشرة اللي فيهم جودة. كلمات بعض المرات عنها بالنسبة لي. وأحترموا أراء الوحدي اللي غادي يقول كيمكن ما كين كلمة ساقطة وألحان ما عبتش من أش من مقامتك يخضول أش من إقاع كي يخضو لها. ما بقى على فن ولا. هنا بالنسبة لنا في الوقت على يد الأساتيدة اللي تعلمت على يدهم. كانت الأغنية لا مطرباتك. ولا بقيت في المثال فيها واحد المقام ولا شي حاجة اللي واحد كي يغنيه. والآخر كتما تقول الله 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 واحد اللي عنده أدن. كي كي يقول أدن السميع. أما دابات أبارك الله هي الإقاع. كي يمكن إلا كي يركزوا على الإقاع أكثر من كي يركزوا على الطرب. بالصراحة أنا قدي نحتفظ على الأصالة. قدي نحتفظ على الأصالة. وش قدي نقول لك أنا بعدها. كي نشير بأن في العودة ديالي. في 2013. في 2014. درت أغنية ثانية. اللي هي من كلمات الأستاذة عتيقة بن زيدان. ولحن محمد شريف. وتقدمنا بها المهرجة الأغنية المغربية. اللي كتنظمون ناقبة الحرة للفنانين. لذلك في 2014 شاركت بها. كانوا الكلمات المزيانين. واللحن جيد. فحرصنا على الجائزة الأولى. هاد الأغنية قضت الجائزة الأولى في المهرجان. ولكن هاد الجائزة وخقدتها لحد الان لما ما تسلمتاش. يعني من 2014. وأنا ما زلت أنتظر الجائزة ديالي لغاية دابه هدي 2018. المفروض أنها ستكون إما جائزة مادية. أو لا إنتاج ثلاث أغاني. فما التصلوا بيا لباش. إن شولي الأغاني. ولا باش. يعني إحنا ما. أنا ما خيرتهم لألا مادة ولا على الأغاني. قالوا الجائزة الأولى. إما غادي تخضين بلغ. وتنشي ثلاثة الأغاني ديالك. أو لا ثلاثة الأغاني. وكان الناقب ديكسع هو أستاذ محمود الإدريسي. وتسلم الجائزة. يعني تسلمت واحد له تخوفهم عند موت ضف سامي. اللي هو الكاتب العام ديال وزارة الاتصال. ولحد الآن ما فهمتش. أنا باش مهراجان كتقوموا نعقابة. اللي من المفروض. هي اللي تحمي. اللي ضغواتي الفنانين. وهي اللي تجيب لهم حقهم. فلوقت لي هي كتحضم حقوق الفنان. إذن هنا أنا كنبقى بين أخذ ورد. واش الواحد يواصل. واش تصفو لكو. ولا والله ما عرت. ولو أنا أنا متش. بتابل في الوحد الضراجة ما تصورش. بالنسبة لي أنا متنفس. أنا قلت صديقات ديالي في العامة الويدا. كنقلو ما أنا كنحسب راسي مني. كنغني ولا كنطلع سيغسان. وكنشوف الناس جايين عندي. كنقلو مرة بحالة كنكون في واحد شي مناسيك. يعني كنفرغ نفرغ نفرغ. وكنعود نرجع بحالة حنان جديدة. موسيقى للا نائمة سامح الله يطولنا في عمرها. حياة الإدريسي. تقريبا هدهما بالنسبة للنساء أو بالنسبة للرجال. اللي متأطرة بهم نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة وفيروس. وسيدي الطارب العربي أم كلتهم. كان شيرين. أصلا نصري. غادر جب. أمال ماهر. والقاحة طويلة. موسيقى إلا كان مغربي. أستدنا نعمل حلو. وإلا كان عربي أعتز بالأستد كادم الصاهر. موسيقى يوم السبت 17 مارس. شاركت في حفل. بقعة الباحنيني. وهو كان مناسبة لتكريم المرأة المغربية بمناسبة اليوم العلامي للمرأة. ومن هذا المنبر أتقدم بالشكر للدكتور محمد الأعرج وزير التقافة. لأنه هو اللي يوافق لي إلى هذا البروجي هذا. وهو أعطاني فرصة باش نشارك فيه. موسيقى موسيقى Ford موسيقى موسيقى دعوني موسيقى 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 في مدينة القنيطيرا، فشفز بالجائزة، كنت كانت متاضر، شي واحد يتصل بياه، ولي يقول لي غادي تشاركي في شي حفل فني موقام في المدينة، ولا هذا ما كانش، وكنت تلاقيت بسر بح، وقدمت له سيدة ديالي، وقلت له راني شاركت واحد المهرجان، ديال اللي كتقمونا، اللي كتقمونا، اللي كتقمونا، وقلت له نقابة الحرة للفنانين، وخضيت الجائزة الأولى، وأنا كان أعتبر هذه الجائزة المدينة القنيطيرا، وقلت ربما، يعني ما ما طلبتوش، الله يخلي كل هذا، ما يقولت ربما ما تكون واحد للتفاتة، ما لغزمو تقريبا هادي تلت سنين، عمارش واحد ما ايدليها، وما كان فهمش، واش هاد الناس ضرورين كونوا معاهم باش هاد يتصلوا بنا، ويقولوا أنا أجيو هادا، ما كان فهمش، أنا الأولوية الملكات التعطى، اللي كان نشكر، هو كان مؤسسة سيم محمد البوكيلي، إبداء وتواصل، اللي كانت درت لي تكريم، فاش سمعني سيم بوكيلي بأنني اخذت الجائزة، درت لي تكريم، وقدم لي، قدم لي، قدم لي، هذا اللي تخوفي هادا، وكان يعني تكريم وحفل في المستوى، كان شكره، كان شكرا، من هذا المنبر، كان الدكتور توفيق الحلو، اللي حتى هو في المهرج الذي كان يقوم به سنويا وهو مهرجاً تموسيدا، حتى هو كرمني، وهايت لي بشارك في الافتتاح، وقدم لي شهادة، بالنسبة لي هادو دي جيست ولكن كيبقى فقراء سوعيني على الأقل كتقول مأناويا كتقول على الأقل هاد الناس عطوا قيمة واعترفوا بك كانت السيدة زينب العدوي اللي كانت الولية السابقة هنا بمدينة القنيطيرة كانت درت واحد حافلة كريم المتوفقات وكنت حتى هنا من ضمن المشاركات اللي كرماتهم وهدو هما تقريباً اللي هدو هما اللي تقريباً اعترفوا بيان ما من غير ماكينش من أجمل الذكريات أنا كان نتذكر كيف الشرط لها في الوقت اللي كان نعطو الأغاني للباشيدوز وقدام اللي جنة كانت حاضرة في الإيداعة وكان سماء واحد القطعة ديالي كانت تعاود وتعاود وتعاود وكانت قطعة ديكساعة كانت قطعة وطانية فهمهم يدققهم في الإيداعة وكانت تعاود ولجنات وكان سماء واحد الطرب خطين لها ويعوده 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 أقول أكثر تسافي ثم سوف يترفض سأخرجوا فيها فألوا هما اللي قرقوا وصلتوا له قطعة من قطعة وكان ستقولة أن تصلت لها هذه اللي كان تسميت وقاونا وصلته وكانت بلس بانتياز لقد وجدت عدد بمتياز و تبارك الله كانت في النهار كانت دوزة أكثر من 20 إلى 30 مرة يعني ما في الوقت هذا الأخبار في الأوقات ميت وفق ما كانت نشاء للراديو كانت يعني قلت لك تقريباً كنت كانت نحصل الليلة ما بين 20 إلى فق باش كنت كانت دوز لقيت عدد أنها تبارك الله نشعد وكنت عندي قطعات الصباح حتى هي كنت ترتمع السيا عبد الله عيصامي تقريباً كل صباح كانت شاء للراديو كانت تبع عنوان صباحنا من نور يعني كانت حتى هي كتداء يومياً كالقاعد صديقات ديالي كيقولوا يرعاً سمعناك يعني في القتل اللي كالتحق بالصديقة باش غادي نشوك يقول كرا سمعناك صباح قنا ندوز لك الأغنية ديالك هذه حتى هي ذكرات جميلة كان نعتز بها في القتل اللي سميته في 1995 كنت في فرنسا وبصدفة لقيت واحد البرنامج كتبتو إداعة غاديو صولي كان كي نشطو واحد سي لبناني اللي اسميتو استاد أقاش كانت عندو كونسيق فات واقت ما وشاركت واحد البرنامج كان كيدوز على الهواء وخضيت الجائزة الليولة والتصليبية قالوا لي بأنني كنت أنا الفائزة في تكل الحلقة وداروا معايات النهار اللي خصين نكون حاضرة باش غادي يسلموني الجائزة اللي هي كانت غادي جيبه ملحيني اللي غادي سمعوا الصوت ديالي وذلك ساعة كنت يتكلموا على إنتاج ألبوم غنائي قالوا لي بمقابل قد ينتجوا لك ألبوم غنائي ولكن السوء الحظ النار اللي كانوا غادي يدون معي الجلسة على الهواء كانت هي النار الخرد الفيزة ديالي وذلك ساعة كنت باش تأخذ فيزة يعني فيزة كنت ماشي بحال هذا الوقت اللي كنت قد تأخذ الفيزة ديالي وإلا مشيت حتى محترمتيش اللوجوغ اللي خصكت دخل فيه البلاد وله هذا دونك صاف جالي سيطنبو قدرت الطالب الوزير السابق باش ندير جولة اللي تعرف بهذا الأغنية اللي خضيس عليها الجائزة فقالوا لي خصكت هاد الطالب هدا تدفعه للدعم فإذا بيك نتفاجأ بان ذاك الدعم ديالي اللي طلبت مرفوض وده بك نشوف بان هذي قيمات التناقض يعني في الوقت اللي كتقول وزار التقافة هي اللي مولة ولمسه ما بتمويل ديال واحد المهراجان يعني باش تكتشف أصوات يعني أصوات جديدة وجي الصوت الفائز باش يطلب دعم يقول له الله الدعم ديالك مرفوض أنا كنشوفها بان قيمة تناقض باعدت لك يا حبيب الروح 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 وتكون نسيني و ناسي حبي أنا خيفة و أدي لك قلبي وتكون نسيني و ناسي حبي أنا عاشقا دايما يا حبيبي أنا عاشقا دايما يا حبيبي روحي بإيدك يا حبيبي الكلمة الأخيرة اللي كنقدم الجمهور ديالي كنشكره بزاف كنشكر الناس اللي كي يحضروا ريفاش كي يكون شي ناشا تفني كنكون مشاركة فيه و من هاد البنبر كنشكر الدكتور محمد الأعرج وزير التقافة و كنطلب منو يقدم يفتح آفاق للمطربات اللي ما كي يشاركوش في مهرجانات ماشي غير عليا آنق كين تبرق الله طاقات واعدة كان أصوات كان عندنا أصوات جميلة جميلة بثاف و كيتسنو غير اللي يقدم لهم اليد ما لغوز ممكن شوفوا في المهرجانات نفس الأسماء اللي كيت يشاركو و يعودوا و يعودوا و يعودوا ولكن بزاف الأسماء عندنا لأصواتها قوية و أصواتها جيد جيدة و ما كنتحلاش الفرصة باش تبرز و ادهر قدام الجماهير موسيقى